الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الأحباب استمعنا إلى هذه الآيات الكريمة من سورة سيدنا هود عليه السلام هذا النبي الذي واجه الكثير من الصعاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود لكن لما ظهرت فيه بعض الشعرات البيض فقالوا له لماذا ظهرت هذه في رأسك يا رسول الله قال شيبتني هود وأخواتها أخوات سورة هود كسورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها وسورة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وغيرها السور التي تتحدث عن أهوال يوم القيامة ولا بد للاستعداد من الاستعداد لهذا اليوم لكن سورة هود فيها آية يعني تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك وهل هناك أفضل من استقامة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك له هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى بأن يكمل في استقامته هذه الآيات الكريمة تتحدث عن الحياة الدنيا من يطلب الدنيا فقط ومن يطلب الآخرة فقط من يطلب الحياة الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون يعني واحد بيجيد في عمله وبيعمل خير كتير لكن في الدنيا يأخذ الأجر بتاعه في الدنيا لأنه غير مؤمن بالله سبحانه وتعالى أما الآخر الذي يصنع الخير في الدنيا يأخذ أجره في الدنيا ويأخذ الأجر في الآخرة أيضا فمن طلب الدنيا أعطاه الله الدنيا يعني نجد في سورة الكهف كلتا الجنتين آتت إيه أكلها ولم تظلم منه شيئا لماذا؟ لأن الرجل اكتهد في الحديقة مع أنه كان مشرك بالله عز وجل إلا أنه عمل وأحسن العمل وأتقن العمل فأعطته الأرض الكثير والكثير من المحصول ومن الإنتاج كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم لم يظلم الرجل ونحن في أشد الحاجة إلى إتقان العمل لكن إتقان العمل مع الإيمان بأن هناك يوم آخر في آخر الدنيا هذا اليوم كلنا سيقف أمام الله عز وجل بلا ترجمان وبلا واسطة الكل يقف أمام الله والكل يعرف أنه كأنه هو المحاسب وحده في هذا اليوم يسأله الله عن القطمير يسأله الله عن مثقال ذرة من الخير ومثقال ذرة من الشر ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وتمضي بنا الآيات لتدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على بينه وعلى يقين أنه نبي ومعه القرآن ومعه الحقيقة ومعه أنبياء سابقون عليه شهدوا لهذا القرآن ولهذا النبي كسيدنا موسى عليه السلام الذي بشر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا عيسى عليه السلام في سورة الصف بشر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهنا معه شاهد والشاهد يعني قال ابن عباس أنه جبريل وقال غيره أنه القرآن الكريم لكن مع كل ذلك يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستحيون أمامهم تلك المعجزات التي جاء بها وأمامهم هذا الشاهد ومعجزة القرآن الكريم ومع ذلك يقول عن رسول الله أنه ساحر أو يقول عنه أنه مجنون أو البعض قال إنه كذاب والعياذ بالله وحزن رسول الله وكان باخع لنفسه على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ومع ذلك طمأنه الله عز وجل وهنا الجواب محزوف لأن رسول الله على بينة من ربه والجواب كمن يريد الحياة الدنيا يعني العكس النبي صلى الله عليه وسلم يصنع الخير يتصدق أتاته الدنيا وهي راغمة كان له الخمس خمس دخل الدولة الإسلامية الغنائم الخمس لرسول الله ومع ذلك مات رسول الله وليس عنده شيء لأنه كان يتصدق على الناس ويعطي الفقراء ويعطي المساكين وكان يدعو أهل الصفة عن بكرة أبيهم وهم فقراء الصحابة الذين هاجروا إلى المدينة ليطعمهم كل يوم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم علم حقيقة الدنيا رأى الدنيا في رحلة الإسراء والمعراج ورأى الآخرة ورأى الجنة ورأى النار رأى العين لقد رأى من آيات ربيه الكبرى فزهد في الدنيا وعلم أنها زائلة وأنه لن يأخذ معه شيء أبدا من الدنيا إلا العمل الصالح فأتقن عمله ومع ذلك كان يقوم من الليل حتى تتورم قدمه ويصلي يعني كلنا ننام ربما يصلي الرجل ركعتين أو أربع وينام إنما يصلي طوال الليل مثل سيدنا رسول الله الذي يعني تقول له السيدة كيف تصلي هذه الصلاة وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول لها أفلا أكون عبدا شكورا ثم تذكر الآيات أن الأشهاد سيشهدون علينا يوم القيامة يعني من العدل أن يأتي الله لنا بالشهود علينا يوم القيامة ومع ذلك ذلك تفضل من الله يعني الذي أخطأ سيقف أمام الله ويعترف بخطأه ومع ذلك جاء الله لنا بملكين عن يميننا وعن يسارنا يشهدون علينا يوم القيامة وجاء الله لنا بأيدينا تشهد جلودهم تشهد أيديهم ويطمس الله سبحانه وتعالى على أفواههم اليوم يعني نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون يعني الإنسان يقول لا أريد إلا شهادة من نفسي فيختم الله على فمه وتشهد أعضاءه كما تقول هذه الآيات تشهد على الإنسان بما اقترفه حتى الأرض التي يمشي عليها والتي اقترف عليها كل شيء يومئذ تحدث أخبارها في سورة الزلزلة المكان الذي تسجد عليه سجد ربنا يجي ويشهد لك يوم القيامة المكان الذي عصيت الله عليه عز وجل عليه يأتي ويشهد يوم القيام يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها وتمضي الآيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه فلا تك في مرية منه إنه الحق ولكن أكثرهم لا يؤمنون يعني مرية يعني شك أو ريب القرآن ده حقيقة وإن فيه جنة حقيقة وفيه نار حقيقة وفيه يعني يوم آخر حقيقة وفيه موعد مع الله حقيقة ومع ذلك الله يقول لسيدنا رسول الله فلا تك في مرية منه يعني سيدنا رسول الله كان الله سبحانه وتعالى يثبته دائما وأبدا ولولا أنثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا فلا تك في مرية منه إنه الحق هذه الآيات من سورة هود عليه السلام تمضي هذه الآيات بنا وهي حديث مخاطب بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون عنده المقدرة على مواجهة الأعداء والمشركين والكفار المنكرين للبعث لأن هذه السورة تتحدث عن البعث من أولها أيضا أنكروا البعث عما يتساءلون عن النبأ العظيم ما هو النبأ؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الله يستطيع أن يبعث الأبدان ويبعث الروح مع الجسد هذه الآيات تقول لرسول الله إثبت فإنك على موقفك حتى أن الآيات في هذه السورة الكريمة تمضي إلى نهاية السورة عندما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وبعدها أقم الصلاة يعني كأن الصلاة هي الحبل المتين الذي يجعلك ويجعل إيمان قويا فلا تتزعزع اليوم في هذه الأيام نجد التزعزع في الإيمان نجد ضعف الإيمان عند بعض الناس نجد المجاهرة بالإلحاد وغيرها من بعض يعني قليل العلم ومع ذلك نحتاج إلى التثبت ونحتاج إلى اليقين ونحتاج إلى غرس هذه القيم في صدور أبنائنا وأطفالنا الصغار ليشبوا عليها كما غرسها الله سبحانه وتعالى في صدر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة الكريمة في سورة هود وغيرها من سور القرآن الكريم وتختتم الآيات أن الأشهاد يوم القيامة يقولون ألا لعنة الله على الظالمين نعم هذه اللعنة تصيب الظالمين ألا لعنة الله على هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ولعنة الله على الظالمين أي الطرد من رحمة الله عز وجل لأنهم يعني استمع الله لهم في كثير من المواقف في الدنيا لكن يوم القيامة هذا يوم لا ينطقون لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون تكلمتم كثيرا يا أهل الباطل في الدنيا ومع ذلك اكترك الله لكم الفرصة تلو الفرصة تلو الفرصة ولكن اليوم يوم لنطق الله عز وجل هو الوحيد الذي يقول لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيجيب على نفسه الملك اليوم لله الواحد القهار هذه الآيات الكريمة تدل على أننا نرجو رحمة الله عز وجل لكن من استهزأ بشرع الله من استهزأ بدين الله من استهزأ بقيم الله من استهزأ بمنهج الله يوم القيامة لا يستطيع أن يتكلم والأشهاد من الملائكة ومن الناس ومن الجميع يقولون ألا لعنة الله على الظالمين أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجنا من أهوال يوم القيامة وأن يرحمنا فإنه بنا راحم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته